عم تتحضر نقابات المهنة الحرة إلى جانب الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والمجتمع المدني لصرخة واحدة رحية القوى يوم الخميس من البيال صرخة تحت شعار قرار ضد الانتحار رفضاً للفراغ الرئاسي والشلال المؤسسات في كتير فرص عم بتروح من إيدانها الشعب اللبناني ولما اليوم ما بيكون في تقدم ما بيكون في أكيد انحدار ورجع للوراء ونحن ما نقول اليوم ضد الانتحار نعم ضد الانتحار لأنه اليوم كل العالم عم سير في تقدم بثير كبير خاصة أننا اليوم عم نحكي على مستوى المهنة الحرة على مستوى الأطباء عم مستوى الصيدلي عم مستوى الهندسة عم مستوى كل هالقطاعات إذا كان اليوم ما تواكبت هالتطورات اللي مع العالم بهتطورات بلبنان حتى يستفيد منه هذا الشعب اللبناني أكيد نحن اليوم متجين نحو الانتحار يا الانتحار جوية البلد وهو اللي عدم التقدم وعدم التطور لهالاختصاصات وهالإبداع الموجود بهالبلد أو أنه نحن عم نعمل مشروع لحتى نهجر الطاقات المهمة إلى برات لبنان نقابة المحامين أكدت أنها التحرك الجامع رح يكون بداية لتحركات عديدة رح تقوم فيها لسبب نفسه وقت الدولة اليوم عم نشوف الفراغ زيحف على المؤسسات وعم بيطال مؤسسة بعد رئيس الجمهورية مؤسسة ورد تاني هون عم نشوف الدولة المعلقة وضعة والدولة الفيشلة وهذا باعتقد إذا ما كان فيه تحرك سريع لإله سيتبعوا انهيارات هي صرخة عم تحمل أمل أنه الطبقة السياسية تعرف أنه لازم تكون بخدمة الشعب وليس العكس